مشاهدين وللحديث عن الموضوع معنا في الاستوديو العميد خالد النسي المحلل العسكري عميد خالد مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا نعود إلى ذات النقطة لنطرح إلى أي حتى تهديدات الحوثيين بإيقاف الملاحة في البحر الأحمر تعكس الاطراب الكبير الذي يعيشوه الآن في ظل الانتصارات الكبيرة على الأرض من الجيش اليمني المسنود من قوات التحالف العربي طبعا بالنسبة للحوثي طبعا عنده مثلا لما يهد استهداء وخاص الملاحة في البحر الأحمر هي تكون مقياس الخسارة على الأرض في كثير من الجبهات للدلالة أنه يقول أنه ما زلت موجود أنه ما زلت مثلا قادر ما زلت مثلا مؤثره فيما يتعلق بالشان اليمني أيضا من أجل كسب أو رفع معنوية مغاتلي لأنه في كثير من الجبهات يخصروا كثير من القيادات والمغاتلين فانهارة بالمغابل هو يريد يرفع معنوية مغاتلي أكثر من هذا لكن أقول لكم أنه الحوثي فعلا كان يريد أن يوصل إلى أكثر من كده بخاصة فيما يتعلق بالتحديد الملاحة في البحر الأحمر لكن لم يستطع لأنه الآن أصبح مساحة المازال مسيطرة عليها على البحر الأحمر هي تقريبا لا تتجاوز إلى 200 كيلو تقريبا من الحوخ إلى ميدي فأصبحت هذه المسافة تحت المراغبة ولا يستطيع أنه يوصل كانت استطاعت أنه مثلا يهدد الحدود السعودية خاصة على البحر الأحمر المشتركة معاليمة طبعا يهدد قطع سواء عسكري أو حتى تجاري أو حتى إغاثية التي تدعم الشعب الإيمني لكن لم يستطع طبعا هو فقط يريد أن يوصل الرسالة أنه ما زال موجود يعني يوصل الرسالة أنه هو اللاعب الأساسي على الأرض لكن أيضا بالمغاب أنه طالما وعادة ما زال مسيطر على هذه المسافة على البحر الأحمر فبالتأكيد سوف يشكل تهديد لكن لن يوصل إلى مبتغى لكن ما زال شكل تهديد فعلا ما حجم هذا التهديد إذن عميد خالد التهديد أنه ما زال حتى اللحظة وفي هذه المساحة ضيقة أنه حتى اللحظة طبعا نعلم أنه البحر اليمني لم تكن تملك هذه النوعهم الزوارق المفققة طبعا المسيرة عن بعد أو أنواع الألقام وهي طبعا هي مشتقة من اللغم البحري الإيراني شارك مسمى شارك تقريبا هو نفس ذي طبعا تم إعداد هذا الغام في الأرض الأمينية لكن بإشارة في خبر إيران فطالما هذه المساحة ما زالت موجودة معهم على البحر الأحمر فهم بالتأكيد سوف يشكلوا تهديد على القطعة التقارية اللي هنا نعلم أنه من 12 إلى 15% من التقارية العالمية تمر عبر باب المندب إلى غنات السويس فهو بالتأكيد سوف يشكل أنه نعلم أنه مثلا يزرع عشرات أو مئات الألقام البحرية على عمق تقريبا 27 إلى 30 كيلو في بعضها قادس على مسافة من 70 إلى 100 سنتي في تحت الماء مع حركة المياه سوف يتحرك بالتقارية مختلفة حتى ممكن تشكل تهديد على كثير من القطعة وخاصة التقارية والأغاثية حتى تسبب مشكلة على حركة الصيادية وهذه منطقة الصيادية بشكل عام تقريبا فطالما وهذه المساحة ما زالت موجودة أو مسافة على البحر لما زالت مسيطرة عليه الحوثي بالتأكيد سوف يشكل خطورة لكن إن شاء الله أنه لن يوصل إلى مقتغاية على ذكر الأسلحة الإيرانية عميد خالد إلى أي حد استغلت إيران مياه البحر الأحمر لتزويد الحوثيين بالعدة والعديد والسلاح وما إلى ذلك والمنطقة بالشكل العقب طبعا بالنسبة للإيران خاصة إيران عندما تدخلها في الحرب في اليمن طبعا لها أكثر من هدف السراتيجي لكن من أهم أسباب وأهم هدف السراتيجي الإيران هو السيطرة على مضيق باب المندب وإحنا نعتبر أنه عاصفة الحزم هي أفشلت هذا المخطط أفشلتها تماما ولكن هو ما زالت الإيرانيين عبر ميليشيتهم في اليمن المسلميتين أنه كيف يوصلوا إلى هذا النقطة الهامة وهذا المضيق الهام طبعا فإيران ما زالت مستميتة وحتى اللحظة أنا أكد لكم أنه ما زالت هناك جزر خاصة في بتيك أريتيريا كثير من الإسلحة وخاصة صواريخ الكروز ومنصى كثير من القطع وخاصة الزهارة والغوارب المفخخة التي تعتبر قنابل موقوته درجة تدميرها عالية جدا إذا وصلت إلى هدافها سوف تسبب مشكلة كبيرة فهناك في جزر محاذي لليمن باتقاء أفريقيا باتقاء أريتيرا بالتحديد فيها كثير من الإسلحة ومخاز الإسلحة استراتيجية على مستوالليمن أو الغن الأفريقي لكن طالما وهذه المسافة من ميدي إلى الخوقة سيطرة عليها من قبل الحوثيين بالتحديد ستشكل تهديد طيب عميد خالد هذه الانتهاكات إلى أي حد تعاد توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للميليشيات داخل اليمن طبعا مثلا أي تصليف للجماعة الحوثي قد أنها جماعة إرهابية مثلها مثل داعش مثل قاعدة يعني هي سيطرت على البلاد بقوة السلاحية يعني ترهب بالراي والراي مثلا المعارض للفكرة أو الرايها أنك لازم تكون معي سويا بالصعب والخطأ أو يعني كثير من الإعلاميين كثير من حتى الذين مثلا اجتداولوا انشطتهم على مستواصل التولي طبعا في كثير منهم في السجون يعني مثلها مثل أي جماعة إرهابية فقط استولت على السلطة بالقوة يعني إرهابة الشعب يعني تعتبر المناطق البسيطة عليها الشعب اللي ما زال في هذه المناطق يعتبر في سجن كبير يعني خاض على الأراداتهم لأنه حتى الآن ثلاث سنوات لا توجد عندهم رؤية أو عندهم هم لهذا الشعب أو لمعاناتها أو التضحياتها أو للبناء هي فقط دمرت اليمن ودمرت بنيته التحتية التي هي أساسا منهارة يعني فهي طبعا لا يوجد تصنيف غير إنها جماعة إرهابية في نهاية حديثنا عميد خالد معركة الساحل التي أطلقتها قوات الشرعية والتحالف العربي كم أسهمت في تراجع الانتهاكات الحوثية للملاحة البحرية إذن أكبر تهديد كان وخاصة دخولات الإيرانية كانت تأتي عبر البحر الأحمر بالتأكيد فعارئ عملية السهم الذهبي الذي أنطلقت وحررت من جنوبا من باب المندب حتى وصلت الآن إلى الخوخة ووصلت إلى مساحة شاسعة على البحر الأحمر يعني ضيغة القناقة عليهم ضيغة القناقة تقريبا مساحة ضيغة لكن فعلا نحن نعتبر أنه النص في البحر الأحمر يعني يعتبر بداية النهاية لهذه الجماعات حتى بداية تنهاية لتحريب كل المناطق عليه لأنه يبقى بالليسبب يعني مثلا حتى لو وصلت إلى صنعة وما زال هناك متنفس باتجاه البحر الأحمر فهناك تهديد لأنه كل الإسلحة وكل الدمار وكل الخراب يأتي عبر البحر الأحمر وخاصة المناطق هذه مزالة السوداء يعني بكل تأكيد نعتبر أنه مفتاح النصر لليمن بشكل عام وتحري اليمن بشكل عام والقضع هذه الجماعات هو عبر بوابة الساحة الغربية